لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الناشط في مكافحة والتوعية من المخدرات علي الحبيب أهلا بك سيد الحبيب معنا في مساء العراق رغم كل جهود مكافحة المخدرات التي تتحدث عنها وزارة الداخلية إلا أن الظاهرة لا تزال باقية مستمرة وربما تزداد يوما بعد آخر ما الأسباب المرصودة من قبلكم لذلك تحية طيبا لك سيد العزيز وشكرا لهذه الاستضافة يعني بحقيقة الأمر هناك العطافة أمنية كبيرة جدا خلال فترة السنوات بذلت خمسة السنوات الأخيرة هناك مشاكل أمنية كثيرة جدا في علاقة انتشارت وأسبابها تعود إلى الأزمات السياسية التي تحصل في البلد لها تأثير كبير جدا على وضع العراقي تماما وأيضا قضية الحدود وكذلك الوضع الاقتصادي المضطرب بحد ذاته هو من يساعد على انتشار هذه المواد المخدرة ما بين الشباب يعني هناك مشكلة ودائما ما نتحدث عنها هناك سطوة لميليشيات ومتنفذين من يسمحوا لدخول المخدرات عموما للبلد فاليوم نشاهد هناك نسبة كبيرة جدا من الجرائم والعنف المسلح في الشارع العرق هو نتيجة لتعاطي المخدرات هناك مشكلة في قضية الحدود لا تجد هناك قوة حقيقية لمسك الحدود وكذلك المنافذ الحدودية كثير ما تحدثنا عنها فهناك دخول لكميات كبيرة جدا من هذه المواد المخدرة قبل أيام تم تلف قرابة ست طن من المواد المخدرة وثلاثين ألف أمبولة وتسعة آلاف هذه المواد المخدرة سيد الحبيب ومن أين تأتي وأين تذهب أم أنها تستقر في العرق سيد العزيز يعني العرق كان سابقا عبارة عن ممار أو معبر لهذه المواد لكن اليوم تحول العرق إلى مستهلك هذه المواد تدخل كمواد الكريستال وغير الكريستال تدخل عن طريق أفغانستان وإيران إلى الأراضي العراقية من ناحية الشرق وكذلك الكبتاقون وغيره عن طريق الحدود العراقية مع سوريا باعتبار أن سوريا هناك مطابخ ومصانع لهذه المواد تنتجها بكميات كبيرة جدا وتدخل هذه الأراضي فأصبح العراق اليوم بشبه سوق حر لهذه المواد بكميات كبيرة جدا ما تحدث عنه وزير الداخلية السابق أنه قرابة 50% من الشاب يعني الفئات الشاب ما بين 15 سنة إلى 35 سنة تعاطون المخدرات وهذه كمية ورقم مخيف جدا تحدثنا عن إحصائية خلال 11 شهر قرابة 15 ألف شخص تم القبض عليهم ما بين متعاطي وما بين تاجر وما بين مروجين وكذلك نسبة من النساء هناك قرابة 220 أمرأة قد دخلوا في قضية تعاطي المخدرات أو الترويج عنها وكذلك هناك أساليب لإستعمال دخول المخدرات هناك أساليب قد تم تطويرها باعتبار أنه هناك مكافحة وخصوصا في الآونة الأخيرة هناك مكافحة واسعة لقضية المخدرات لكن هناك تفنن بالجانب الثاني هناك من يستعمل طائرات الدرون وهناك من يستعمل النساء هذه النقطة التي أثرتها ودت أن أقشك بها سيد الحبيب وأجاءت أيضا على لسان أحد المتحدثين بالاستطلاع الأخير عندما قال أن أساليب مكافحة المخدرات لا ترتقي مع حجم المشكلة هذا الموضوع كثير من أن أتحدث أنه هي دائرة مكافحة المخدرات بحد ذاتها دائرة صغيرة لا تحتاج إلى دعم لا يوجد دعم حق لهذه المؤسسة الأمنية هذه المؤسسة الأمنية تعمل لكن للأسف الشديد لا يوجد دعم كافي إلى اللي يعملها الأساليب التي تعمل بها أساليب قديمة وأساليب بسيطة لا توجد أجهزة ولا توجد إمكانيات ولا توجد قوة بشارية كافية يعني أنا بعض الضباط حدثت حتى أسلحة غير متوفرة لبعض العناصر فكيف العنصر الأمني دريقات اللي يعني يطلعون بواجب يأخذوا أسلحة من القوات اللي يماسك الأرض للمنطقة هذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة وكذلك لا توجد أجهزة يعني حتى اليوم بعض من يتم القبض عليهم يأخذ وقت لما يرسلوا للمختبر لما يتم الكشف يعني لا توجد مختبرات خاصة فقط بهذه الدائرة كذلك أنا كثير ما أتحدث عن هذا الموضوع وطالب الحكومة حتى الحكومة السابقة تحدث بهذا الموضوع خصوصا في قضية تحويل دارت مكافحة المخدرات إلى جهاز مكافحة المخدرات باعتبار أن جريمة المخدرات هي جريمة دولية وكذلك قضية لا تختلف تماما عن معركة داعش اليوم هو أكبر من داعش وصل إلى كثير من العوال والأسر العراقية شاهدنا في بعض الحالات هناك أطفال من التعاطون المخدرات وكذلك قضية مهمة جدا أيضا هي قضية التوعية هناك أزمة في التوعية لا توجد هناك حملات توعية حقيقية توعي الشاب العراقي لذلك هناك رسبة كبيرة من الجهل الموجودة اليوم الجهل ليس مقصد به من لا يعرف القراءة والكتابة لا الجهل في المعلومات لا يمتلكون معلومات الكافية ومخاطر لهذه القضا أيضا سيد الحبيب من الانتقادات التي توجه هي وجود رعاية وانت لمحت إلى هذه النقطة وجود رعاية ميليشيوية مسلحة لتجارة المخدرات في العراق وبالتالي هناك أيضا إفلات من العقاب لكبار تجار المخدرات وفقط التركيز على المتعاطي وهذه مشكلة كبيرة كما تحدث بها أحد الذين سطلعت آراؤهم كيف تعلق على ذلك يعني هي هذه وحدة من المشاكل الكبيرة جدا لأن هناك سطوة للميليشيات وسطوة لسلاح والدليل على ذلك أن القوات الأمنية لما تخرج على أحد التجار والمتعاطي يسقطوا نعدل من الشهداء يوم أمس كان هناك شهيد في العمارة لمواجهة التجار المخدرات تجد أن هناك سلاح وهناك قوة قوة سلاحية وقوة نارية يقاتلون بعض الحالات تما كانت تداهمها القوات الأمنية يقاتلون لساعات طويلة هذا بحث ذاته يعني كمية العداد والأسلحة ليس لشخص وإنما هناك من يمولهم بالأسلحة فاليوم تحول الموضوع إلى موضوع مافيات هناك مافيات كبيرة صحيح هناك أعداد كبيرة من يتم القبض عليهم هم من المتعاطين طبعا هذه القضية لا أريد أن تجاوز قضية القانون العراقي يتحدث أن المتعاطين لو سلم نفسه القوات الأمنية لا تقام عليه دعوة وهذه المعلومة لا بد أن يفهمها الجميع لكن من يتم القبض عليه وهو متعاطي يتم سجب السجن هذا الموضوع لازم يفهمها المتعاطي هناك من وقع بهذا الفخ أما قضية الميليشيات وسطوته فهذه هي الكارثة الحقيقية لغاية الآن لم نصل إلى مرحلة الصيدرة على الرؤوس الكبيرة هذا الموضوع يدخل ضمن موضوع ملفات الفساد باعتبارها ملف فساد كبير هناك رشاوي وأيضا هناك نقطة مهمة لا بد أن هناك بعض من يمتهنون مهنة المحامات من يحولون من المتجار إلى متعاطين بحث ذاته مشكلة كبيرة جدا ليجاء مخارج قانونية حتى ينخذوا من المحاسبة القانونية واضح جدا من بغداد الناشط في مواجهة المكامل هناك تلاعب هناك تلاعب نعم من بغداد الناشط في مجال مكافحة المخدرات والتوعية منها علي الحبيب شكرا جزيلا لوجودك معنا